سامسونج كان عندها مشكلة كبيرة في فئة سعر 3000 جنيه هواوي قدرت في 2018 وفي اول 2019 تخطف منها الفئة السعرية دي بموبايل Y7 Prime بنسخته ل 2018 و 2019 هل هتقدر سامسونج تسحب السجادة من تحت ال Y7 وترجع تسيطر على الفئة دي تاني ولا لا ده اللي هتعرفه لما تشوف الفيديو ده لاني هقول لك كل حاجة عن سامسونج جالاكسي A20 الجديد تصميم الموبايل مفيهوش ابتكار ولعب كتير اللون اللي معايا ازرق لامع هيبان فيه الخلافش بسهولة خصوصا ان الموبايل من البلاستيك المشكلة هنا عدم موجود جراب حماية في علبة الموبايل انصحك اول ما تشتري تدور له على جراب لان الموبايل فعلا بيتبهدل من اقل حاجة حجم الموبايل ووزنه هو الافضل في الفئة السعرية دي افضل من Y7 و Note 7 و Realme 3 في الاستخدام بايد واحدة لانه الارفع والاخف تقريبا ودي حاجة تحسب لسامسونج A20 بس طبعا ده على حساب خماته الاضعف اللي بيميز سامسونج دايما هي شاشات وسامسونج ما بخلتش علينا هنا وحطت شاشة سوبر املود بصوتها ممتاز تحت الشمس هي طبعا بدقة HD بلاس مش فول HD بلاس زي الجالكسي A30 الاغلى منه بس مش هتحس بمكسالة لان فعلا جودة الشاشة كويسة جدا الشاشة حجمها ستة واربعة من عشرة بوصة وفيها النوتش دروب ووتر زي بقيت فاقة جالكسي A الجديدة اللي ينفع تلغيها من الاعدادات لو مش حابب شكل النوتش وللاسف تاني نقطة تعيب هنا هو عدم موجود طبعة حماية على الشاشة ده طبيعي في الفئة السعرية دي بس ان كمان ما يبقاش فيه سكرينة متركبة على الموبايل ولا في حلمة الموبايل ده اللي فعلا عيب حقيقي معالج الموبايل هو نفس المعالج الموجود في جالكسي A10 اللي هو بألفين ومتين جنيه وده مش معناه ان المعالج وحش المعالج مقبول من سامسونج في فئته السعرية وافضل بكل تأكيد من معالج الواي سيفن 2019 ولكنه للأسف اضعف من معالج الشاومي نوت سيفن وريلم سري وعموما معالج الجالكسي A20 اكسينوس 78-84 سوماني النواية تكنولوجيا 14 نانو اداء الموبايل كويس بس مش سالس بالدرجة الكافية ساعات هتحس بفريمات او تقطيعات خفيفة لان وجهة سامسونج الجديدة لسه ما وصلتش الاحسن حاجة لها وهيوصل لها تحديثات كتير لحد ما تبقى الافضل بالنسبة لباب جي اشتغلت على ميديم جرافيك بكل سلاسة وسهولة بالمعالج الرسومي المالي G71 اللي موجود في الموبايل ده والسخنية مقبولة جدا في جسم الموبايل لما نيجي نتكلم بقى على السوفت وير الجديد بتاع سامسونج فالموبايل هنا زي كل فئة جالكسي A الجديدة بوجهة One UI الجديدة المبنية على اندرويد 9 اللي فيها النايت مود علشان تحاول قائم من ابيض لأسود في ثانية وكمان الميزة بتاعة سمارت بوباوب فيو اللي بتخلي برامج زي الواتساب تبقى عائمة فوق البرامج التانية زي كورة المسنجر كده موجودة في الوجهة هنا اول ما تشاري الموبايل ده لازم تعمل كام حاجة كده تقلل الانيميشن عشان تخلي الموبايل اسرع معاك تزود حساسية التوتش علشان تخلي الكتاب على الكيبورد احسن واسرع تشغل المونو اوديو علشان تخلي صوت الموبايل يبقى اعلى واعلى وكده كده صوت الموبايل كويس موجهتش فيه مشاكل العيب الجوهري هنا هو ان مفيش لمبة اشعارات وده عادي زي كل فئة جالاكسي ايه بس اللي مش عادي ان الشاشة تبقى سوبر امالد ومع ذلك سامسونج شايلة خاصية القولوز اندوس بلايه طب ليه انا مش عارف ايقونات الاشعارات بتظهر فوق جنب النوتش شبكة الموبايل متوسطة بل اقل من متوسطة زي ما قلت على كل فئة موبايلات جالاكسي ايه الجديدة وسماعة المكالمات ممتازة وسوطها عالي بالنسبة لعوامل امان البصمة والفسق اللوك متوسطين السرعة يعني مش الاسرع وسط المنافسين الموجودين في نفس الفئة السعرية مش عارف ليه سامسونج مسممة انها ترخم علينا في المستشارات الموبايل هنا مفيش ولا سنسور دق ولا سنسور تقارب بمعنى ان ضبط السطوع بتاع الشاشة بيعتمد على الصفت وير ودي حاجة مش عملية هتحتاج انت كل شوية تثبت اضاءة الشاشة ومستشار التقارب اللي بيحس بودنك ويقفل الشاشة اثناء المكالمة هنا مش موجود واللي اعتماد برضو على الصفت وير هتقول لي زي الجالاكسي ايه سرتي هقولك لا ده اسوأ واسوأ وبيغلط على طول والشاشة اصلا مش بتقفل لما تحط الموبايل على ودنك وعموما هو بيدعم الجيروسكوب والراديو اف ام نقول بقى اللي لنا واللي علينا البطارية هنا 4000 ميلي امبير استحملت معايا اكتر من 7 ساعات سكرين اون وده وقت ممتاز في الفئة السعرية دي بس ممكن تلاقي بدائل بتقدم سكرين اون اكتر من كده بس اللي مش هتلاقيه ان الموبايل يبقى فيه يو اس بي طايب سي ويبقى جاي معاه شاحن سريع خمستاشر واط اللي اتنين مع بعض موجودين في الجالاكسي اي توينتي النوت سيفن طايب سي بس مش بيجي مع الشاحن السريع الواي سيفن والريلم سري مايكرو اس بي فيرجن تو انما هنا السامسونج بصراحة تتفوق في النوتة دي والموبايل بيشحن بالكامل في ساعة وتلتة وده احسن وقت شحن في الفئة السعرية دي وبالنسبة للكاميرات الكاميرا خلفية هنا مزدوجة 13 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.9 والتانية 5 ميجا بيكسل مش عشان العزل لأ عشان زاوية تصوير واسعة وده برضو الموبايل الوحيد اللي فيه عدسة تصوير بزاوية واسعة بالسعر ده حاليا لحد اما الانفينيكس اس فور ينزل والسيلفي هنا على قدو شوية 8 ميجا بيكسل هاعرض عليكم شوية تصوير بالموبايل عموما الكاميرا هنا مقبولة تقدر تنافس الواي سيفن 2019 وتتفوق عليها في بعض الحالات بس كنت عملت مقارنة كاميرات بين الجالكسي اي توينتي والشاومي نوت سيفن والريلم سري اللي كلهم في فئة سعر 3000 جنيه ايوا المقارنة اللي ظهرها لك في الاي لفوق دلوقتي دي وكان باين قوي ان الجالكسي اي توينتي اقلهم من ناحية التفاصيل والجودة والفرق ده بيبان جامد في الاضاءة الضعيفة نكمل باقي الصور وندخل في الفيديوهات بالنسبة لتصوير الفيديوهات في الجالكسي اي توينتي فهو بيقدر يصور 1080p 30 فريم او 720p 30 فريم انا دلوقتي بتماشى علشان نشوف جودة تسابات الفيديو ما اعتقدش ان الجودة تبقى كويسة بموبايل في الفئة السعرية دي وعموما موبايل هنا فيهوش تصوير سلو موشن ومتوقع برضه في الفئة السعرية دي وفيه مايك ضافي علشان يعمل عزل للدوشة لان احنا انا افطريد الوقتي زي ما انتو شايفين وهنشوف جودة العزل عامل ازاي ونشوف برضه سابات الفيديو عامل ازاي سعر الموبايل 3000 جنيه للنسخة الوحيدة اللي موجودة 32 جيجا مع 3 جيجا رام تقدر تركب كارت ميموري شرحتين اتصال مع بعض في نفس الوقت رأيي انها في الموبايل جالكسي اي توينتي يقدر ينافس واي سيفن وتفوق عليه في حيات كتير ويقدر فعلا مع الوقت والانتشار ياخد جزء كبير من مبيعات الوي سيفن انما لما تيجي تكارن الجالكسي اي توينتي بالريلم سري والشاومي نوت سيفن هيخسر تقريبا في كل حاجة فيما عادة سرعة الشحن والشاشة السوبر امرد ووجود عدسة تصوير بزاوية واسعة وعموما جالكسي اي توينتي هو الاختيار المناسب في فئة سعر 3000 جنيه للاشخاص اللي بتدور على موبايل من مركة مشهورة زي سامسونج بخدمات ما بعد البيع محترمة جدا انا كده خلصت لو المراجعة جابتك انزل تحت وعمل لايك واكتب لنا كومنت وقول لنا لو معاك 3000 جنيه هتشتري موبايل ايه متنساش بقى تتأكد انك عامل سبسكرايب في قناة موبيزل ومفعل الجرز علشان تشوف مراجعتنا الجديدة اول بول